موسيقى أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم حلقة جديدة من حديث دمشق في الوقت الذي كانت الأنظار فيه تتجه صوب نيويورك والتي كانت تشهد جلسات غير رسمية لمجلس الأمن الدولي في محاولة للتوفيق بين المواقف الغربية والروسية على أمل تبني قرار جديد حول سوريا خطفت قرية تريمسي في ريف حما الأنظار من الجميع وإن تم هذا بصورة مأساوية بفعل الأحداث الدامية التي شهدتها قبل أحداث تريمسي كانت الساحة السورية تشهد حراكا دبلوماسيا نشطا حيث زار السيد كوفي أنان دمشق وبعدها انتقل إلى طهران ومن ثم بغداد في وقت حلت فيه وفود من المعارضة السورية في موسكو في الوقت الذي كان فيه الأمين العام للأمم المتحدة السيد بانكيمون يصدر قرارا هاما يقيم فيه مدى التزام الأطراف السورية المختلفة بتنفيذ خطة أنان عندما قدم تقريره حول تنفيذ القرار 2043 في حلقة اليوم من حديث دمشق نطرح تساؤلات عديدة بعد كل العنف الدامي الذي تشهده البلاد هل ما زال من الممكن الحديث عن حل سياسي أو تسوية سلمية توقف نزيف الدم السوري المهدور؟ وكيف قيم السيد بانكيمون التزام الأطراف السورية المختلفة بتنفيذ مبادرة السيد كوفي أنان حتى الآن؟ من يتحمل المسئولية؟ من التزم ومن خرق؟ ولعل السؤال الأخير ماذا يجري الآن في نيويورك من مناقشات في مجلس الأمن الدولي؟ هل سنكون أمام مشروع قرار توافقي بالفعل؟ أم أن فيتو قادم سيكون بالانتظار؟ كل هذه التساؤلات وقضايا أخرى عديدة يسعدني أن أطرحها على ضيوفي في حلقة حديث دمشق لهذا الأسبوع أرحب معي من دمشق عبر الأقمار الصناعية الدكتور تركي سقر رئيس تحرير صحيفة البلاد السورية مساء الخير دكتور تركي ومن واشنطن أيضا أرحب بضيفتي عبر الأقمار الصناعية السيدة مرح البقاعي عضو الأمانة العامة لحزب الأحرار السوري مساء الخير سيدة مرح قبل أن نبدأ محاور حلقتنا نتابع هذا التقرير الذي أعده الزملاء في مكتب دمشق رغب المبعوث الدولي المشترك كوفي عنان أن يظهر أن اختراقا حصل في الجمود المتعلق بخطته بعد رحلته الثانية إلى دمشق رحلة يرى السوريون بدورهم أنهم أعطوا المبعوث الدولي ما يبقي على حماسه للاستمرار من حيث المبدأ تبدأ رؤية الجانبين المشتركة لبدء التقدم من النقطة التي كان سبق أن توقفت عندها جهود متفرقة منذ حوالي الشهر السبق للبعثة الدولية أن حاولت منذ شهرين تقريبا أن تعمل على بناء ما أسمته جسور الثقة بين السلطة والمتمردين المسلحين فتنقل نائب رئيس البعثة مارتن جريفف لأسابيع بمعرفة السلطات بين أحياء حمص محاولا أن يجد أرضية يمكن على أساسها التقدم نحو أولوية وقف العم وتقول مصادر البعثة أن الخطة كادت تنجح لولا تعقيدات تكوين المجموعات حاملة السلاح في حمص من جهة وعودة الحماس لحل عسكري لدى الدولة من جهة أخرى عودة عنان إلى المنطقة والاتفاق الملتبس بين الغرب والشرق على ضرورة تنفيذ خطته يبقي على الخلاف الجوهري في كفية تنفيذ هذه الخطة بين ميل مجموعة لمنحها المزيد من الوقت دون انذارات وبين من يريد وضعها كاملة تحت بنود الفصل السابع الملزم بالتنفيذ أو العقوبات الشاملة ويشمل هذا البند المتعلق بالحوار السياسي الذي تراه المجموعة الأولى يشمل كل الأطراف وتراه الأخرى يستثني الطرف الأساسي في الصراع متمثلا بالرئيس بشار الأسد ودائرة حكمه خلافان أساسيان معيقان لأي تقدم وسببان فعليان في تعقيدات الأزمة المتجلية بالصراع المسلح والمتجه نحو مزيد من المواجهات بانتظار أن يعلن طرف نفسه منتصرا تماما انتصار أيا كان مدعي سيحمل تبعات عظيمة أيضا أهلا بكم من جديد نخصص المحور الأول من هذه الحلقة لمناقشة مدى إمكانية بقاء احتمال لفرص تسوية سلمية بعد الأحداث الدامية التي شهدتها سوريا في الساعات الماضية لو بدأت معك دكتور تركي حول ربما قضية تفرض نفسها أحداث تريمسي غطت ربما على كل معدها أبدأ معك بسؤال أساسي الرواية الرسمية السورية هل تبنت صيغة محددة لأننا في هذه المرة سمعنا خطابين ربما مختلفين حول هذا الموضوع ما هي الرواية الرسمية السورية لما حدث في ريف حما الرواية الرسمية السورية أن مجموعات مسلحة جاءت إلى قرية تريمسي وهي قرية موالية ومعروفة بانتماءاتها الوطنية التي قدمت الكثير من الشخصيات ومنهم محافظ درعة وهو من تريمسي وأنا من نفس المنطقة أستاذ إبراهيم أنا من نفس المنطقة لا أبعد أكثر من خمسة كيلومتر وأعرف أجواء هذه المنطقة القرية موالية للنظام والحكومة وجاءت هذه المجموعات المسلحة واحتشدت بها وكانت منذ فترة تأخذ بيوت وأوكار هناك وتكدس أسلحة للقيام بعمل ما انتبهت السلطات إلى ذلك وقامت هذه المجموعات بإرهاب المواطنين فاستغاسوا بالحكومة وفعلا أنجدتهم السلطات هناك وحاولوا بالحسنة أن يرموا هؤلاء أسلحتهم ولكنهم كانوا قد بيتوا عمل ما في عشية اجتماع مجلس الأمن لبحث الملف في السوري فنحن اعتدنا فعلا في كل مرة يعقد فيها مجلس الأمن حول سوريا لاتخاذ قرار ما أن يسخنوا ويصاعدوا الأجواء من أجل أن يدفعوا بالأمور إلى الفصل السابع واتخاذ قرارات ضد سوريا هم عملوا منذ 15 شهرا وحتى الآن لدفع الأمور لأن يتخذ مجلس الأمن قرار بموجب الفصل السابع وأن يكرروا عمليا السيناريو الليبي والذي حصل أن الدولة من واجبها أن تحمل المواطنين من إرهاب المجموعات المسلحة فكانت عملية نوعية قامت بها قوات الجيش ولم يقتل أي مدني في التريمسي وإنما الذين قتلوا هم مجموعات مسلحة أشهرت السلاح بوجه المواطنين دكتور تركي أنقل ربما هذا السؤال إلى سيدة مرح في واشنطن إذن هناك رواية رسمية تناقض أو تخالف الروايات المتداولة ما هي الرواية التي يتم تداولها لديكم أو التي تبدو أكثر قابلية بالنسبة لكم بداية أحب أن نلتزم بلحظة صمت حدادا على أرواح شهداء الثورة السورية الماجدة نعم أستاذ إبراهيم هناك رواية واحدة ونحن في القرن الـ 21 هناك أقمار صناعية وهناك دلائل يمكن أن يسجلها التكنولوجيا المتقدمة على ما يحدث على الأرض تم محاصرة قرية التريمسي من قبل مجموعات النظام المسلحة لا أحد يملك على الأرض الآليات الثقيلة من دبابات وراجمات صواريخ ومدافع إلا النظام السوري لا طائرات تطير في الأجواء السورية طائرات عسكرية هليكوبتر إلا طائرات النظام السوري الطائرات التابعة للنظام السوري مع القوة على الأرض ومعداتها الثقيلة هي من حاصرة مدينة التريمسا وبعد الحصار تم توزيع الشبيحة على الأحياء وتم مهاجمة البيوت المدنيين فيها الأمنين طبعا ليسوا آمنين الآن وتم اعتداء عليهم بالذبح بسكاكين أو بتنفيذ إعدامات ميدانية لا يمكن إنكار هذه الحقيقة الحقيقة أصبحت مسجلة في مكاتب مجلس الأمن لأن هناك تحقيقا حدث ولأن المراقبين دوليين توجهوا إلى منطقة قريبة من تريمسي وتأكدوا تماما أن كان هناك هجوم معزز بقوات النظام السوري وهي تملك وحدها الأسلحة الثقيلة وهذه الرواية التي تفضلها بها ضيفك يعني حتى دوليا غير مقبولة لأننا تثبتنا ممن قام بهذا الهجوم إذن سيدة مرح لو أنقل هذا السؤال مجددا إلى الدكتور تركي بالأمس السيد كوفي عنان وهو المبعوث المشرك الدولي والعربي لحل الأزمة السورية أصدر بيانا يقترب إلى حد كبير مع الرواية التي ذكرت الآن يعني تحدث عن مسؤولية الحكومة باستعمال الطائرات وغير ذلك الآن وتسمعنا حمل التنديد واسعة خلال الأيام الماضية سؤالي الآن كيف ستنعكس باعتقادك أحداث هذه المزرة الجديدة على مناقشات مجلس الأمن الدولي حول الوضع في سوريا ليست هذه هي المرة الأولى التي ترتكب بها المجموعات المسلحة مثل هذه الأعمال الجرامية يعني هناك مجزرة القبير ومجزرة الحولي وكان هناك مجزرة في دير الزور هذه سلسلة من المجازر يقصد بها فعلا أن تهييج المجتمع الدولي والرأي العام ضد سوريا وأصبحت هذه معروفة ومعزوفة مكررة وأنا أقول أنني أعرف تماما مجريات المسائل بالتفصيل التي جرت في التريمسي أقرباء هناك قريبين وأنا أروي هذه الرواية للمدام مرح حتى تعرف بأن التحقيق اليوم بدأ واليوم ذهب مراقبون إلى التريمسي ولم يكن لديهم أي معلومات عن ما يجري هناك ولم يقتل أي مدني كل الذين قتلوا كانوا حملت سلاح كانوا قطاع طرق جاءوا من أماكن ليست من التريمسي من أماكن بعيدة حتى من جبل الزاوية جاء ناس إلى التريمسي لكي يقوموا بهذا العمل وبوية هذا العمل من أجل فعلا القرار الذي منتظر أن يصدر عن مجلس الأمن حول الفصل السابق دكتور تركي لكن ألم تكن هناك صور نساء وأطفال التي يتم تداولها حول هذا الموضوع ليس هناك صور أطفال ونساء هناك فقط رجال مسلحون وقد عرضت تلفزيون السوري الذين قتلوا هناك هم حملت سلاح ومنهم أيضا من جنسيات مختلفة وأيضا قبضة على بعض الإرهابيين واعترفوا أمام التلفزيون السوري كيف بيتوا وعملوا هذه العملية في التريمسي يعني كان هناك أسلحة ومعدات حتى أكثر متوسطة وتقدر بالعشرات من القزائف ومن الأوكار المملوعة بالأسلحة فلا يمكن أن تسكت السلطات في أي دولة من الدول إذا كان هذا الأمر يقع فيها لو عدت ربما إلى السيدة مرح في واشنطن السيدة مرح أنا لفت انتباهي حقيقة شيء أنت كتبتيه على مدونتك عندما ذكرتي بالحرف أن هذه هي نتيجة زيارة المجلس الوطني إلى موسكو اعتبرتي أن زيارة أعضاء المجلس الوطني إلى موسكو هي التي مهدت أو أدت بشكل أو بآخر ما هي العلاقة؟ ما هو الرابط بين الموضوعين؟ الوضع في روسيا معروف تماما أنه في صف النظام السوري وفي صف قتل الشعب السوري القتل الممنهج الذي يعني دول العالم والمنظمات الدولية وفي مقدمتها لأمم المتحدة أطلقت عليه قتلا ممنهجا من قبل النظام الحكومي للمدنيين السوريين الزيارة لروسيا لم يكن لها مبرر وأنا لم أقل أن السبب مباشر لما حدث في تريمسي هو الزيارة أنا نصحت أنه لا لزوم لزيارة روسيا لأننا قدمنا لها الكثير من الفرص لتكون في صف الشعب السوري وليس في صف القتل والقتلة لكن روسيا متعنتة وترفض كل الفرص للأسف روسيا ما زالت تعيش في مرحلة الحرب الباردة وأفكار الحرب الباردة وهي تريد أن تعيد العالم إلى الوراء إلى زمن الحرب الباردة حتى تعود هي بدورها إلى قائمة الدول الكبرى الفاعلة والمؤثرة في العالم روسيا يجب أن تعرف أن مصلحتها ليست مع النظام السوري أن النظام السوري ذاهب وذاهب قريبا جدا لكن مصلحتها مع الشعب السوري ويجب أن يعرف العالم كله أن القرن الـ 21 هو قرن الشعوب الحرة وليس قرن الحكومات التي تستبد الشعوب سيدة مرحلة وبقيت ربما بهذا الإطار أنت من خلال تواجدك في واشنطن خلال الساعات الماضية هل لاحظت أن ما حدث في تريمسي سيكون له انعكاسات أو صدى على مناقشات مجلس الأمن الدولي أم أنها ستكون حدث عابر يموت الأشخاص ويتم تبادل الاتهامات وتوزيع المسؤوليات وبعد ذلك تعود دوامة الدم في سوريا أنا أشبه ما حدث في تريمسا بما حدث في البوسنا المذبحة الكبرى في سيبرينتسا التي ذهب ضحيتها مئات المدنيين هذه المذبحة هي ما نسميه هنا تيبينج بوينت لحظة التحول في أحداث الثورة السورية الماشدة يجب أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته لما يحدث في سوريا طالما المجتمع الدولي أخذ هذه المسؤولية على عاطقه وأصبحت القضية أممية يجب أن تكون المسؤولية كاملة لا يجب أن نقوم بعمليات تجميلية وبقرارات تجميلية لحتى فقط ينقذ المجتمع الدولي ضميره من التأنيب ومن الألم الذي يتعرض له لأنه يقف عاجزا أمام ما يحدث في سوريا لأنه لا يستطيع حماية مدنيين في سوريا نحن نطالب بتطبيق الفطن السابع كاملا والمادة 42 ليس فقط المادة 41 يجب أن يتعرض النظام السوري لعقوبات شديدة ورادعة حتى يتوقف عن القتل المنهجي المبرمج للشعب السوري الحر دكتور تركي في دمشق الآن وأيضا من خلال متابعة الصدى الدولي لما يحدث في سوريا اليوم كانت هناك نغمة سائدة لدى العديد من وسائل الإعلام الغربية وحتى المسؤولين الرسميين يقولون أن هناك تناقضا في الخطاب الرسمي السوري ما بين خطابا علنيا يدعم خطة كوفي عنان ويتحدث عن حل سياسي في حين أن هذا الأمر لا يكون له انعكاس على الواقع حيث أن هناك حلا أمنيا وحلا عسكريا هل تجد أن هناك تناقضا أو أن هناك آليت ترابط بين هذين الحلين أريد أن أتوقف لحظة عند كلام السيدة مرح التي تريد أن تعتب على الروسيا وتصفها بأوصاف معينة أنا أقول لها أن توجه نصائحها إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى الدول الغربية التي تحرض على التمويل وتسليح وعسكرة المعارضة في سوريا والتي هي سببت كل هذه المشكلات وهذه الدماء في سوريا يجب أن توجه النصاح إلى هؤلاء الذين دفعوا المليارات حتى الآن والبارحة باريز أعلنت بأنها ستزود المعارضة بوسائل الاتصال هي ليست وسائل الاتصال وإنما وسائل للقتل نحن نعرف ما يجري من البداية كان هناك تزويد للمعارضة وعسكرة لها فهذه العسكرة هي التي أدت إلى هذه الدماء أعود لسؤالك أستاذ إبراهيم أن الرواية واحدة في سوريا الرواية أصدرها الجيش وقال أن رواية الحادثة في التريمزي هي عبارة عن تجمع وحشود لمجموعات مسلحة روعت المواطنين وأرهبتهم حتى أنها قتلت مدنيين وصفتهم بعد أن اختطفت هؤلاء منذ عدة أيام أنت أستاذ إبراهيم لو جئت إلى منطقة الغاب لو وجدت الآن عمليات الخطف وعمليات هذه الخطف لقاء مبالغ كبيرة وأصبحت المسألة مسألة سرقة ومسألة عصابات ولا يمكن أن تسكت السلطات على مثل هذا الأمر لا في القانون العالمي ولا في القانون الداخلي أنت تعرف بأن السلطة مسؤولة عن حماية المواطنين وعن أمنهم وعندما يستغيث المواطنون باتجاه مثل هذه الأعمال الإجرامية فلابد أن تلبي الحكومة وإذا لم تلبي فإنها تعتبر مقصرة ويجب على الشعب اليطالب هل تجد أن هناك تناسبا بعض التقارير الدولية وحتى عندما تقر بحق الدولة في الرد تقول أن ليس هناك تناسب بين العنف الموجود على الأرض أي كان توصيفه وبين رد فعل الدولة عمليا هذه العصابات أصبحت تمتلك أعداد كبيرة وبنفس الوقت تمتلك أسلحة وأسلحة فعالة تأتي عبر تركيا وعبر لبنان وأسلحة لم نسمع بها وسائل اتصال فائقة أيضا السرعة هذه الأمور كلها لا بد من مجابهتها من قبل قوات الجيش ومن قبل قوات حفظ النظام وإذا كان هناك عدم توازن فكيف تحصل مئات المختطفين أنا أعرف الآن أكثر من ستمائة فتاة مختطفة في حمص فكيف تسكت الدولة ويسكت أهالي هؤلاء عن وجودهم بين المجموعات المسلحة هذا الأمر فاق كل الحدود يعني هم لا يريدون حل سلمي للأزمة في سوريا هم يريدون تصعيد الدول التي تدعمهم تريد أن تقول لهم لا تتوقفوا لأنهم مأمورون إذا جاءتهم الأوامر بالتوقف يتوقفوا حتى الآن لم تأتيهم الأوامر بأن يتوقفوا عن القتل نتابع هذه المحاور وسأبدأ في المحور الثاني مع السيدة ما راح أعطيها حق الرد والكلام ولكن نذهب الآن إلى فاصل قصير بعد ذلك سنواصل موضوع فرص التسوية السلمية ومصير مبادرة كوفي عنان وتقييم السيد الأمين العام لما يجعل الأراضي السورية فاصل ونعود أهلا بكم من جديد في هذا المحور نركز على مصير جهود السيد كوفي عنان خاصة في ظل الحملة التشكيكية التي طالته طوال الأيام الماضية من المعارضة السورية ونطرح تساؤل كيف قيمت الأمم المتحدة تعاون أطراف الأزمة السورية مع هذه المبادرة سأبدأ معك سيدة مرح لكن أسمع رأيك وردك احتراماً للمهنية والتوازن تفضلي شكراً دكتور إبراهيم أريد أن أسأل دكتور تركي سقر وهو تفضل وقال أن محافظ درعة هو من قريته هل سأل محافظ درعة الذي هو من قريته ويمكن أن يعرفه شخصياً أن الأطفال الذين خرجوا في درعة والذين هم أول من من بدأ الثورة السورية بتصرف طفول بحث قاموا به هؤلاء الأطفال الذين قلعت أظافرهم وضربوا وسجنوا وأهينا أهلهم هل هم مأموروا من الخارج للقيام بالعمل الذي قاموا به يعني طالما يعرف المحافظ مباشرة محافظ درعة كان مسؤولاً عن تعذيب هؤلاء الأطفال ومن هنا بدأت شرارة الثورة السورية الماجدة ومن طرف آخر هناك تناقض كبير في أخوار دكتور تركي فهو يقول أن الجول الكبرى دعني أكمل أنا استمعت إليك دعني أكمل من فضلك دعني أكمل أنا استمعت إليك لتصحيح الخطأ هو فقط ربما تصحيح حول أسمك ممكن صحقه بالنهاية دعني أكمل تصحيح المحافظ الحالي غير المحافظ السابق وهو من قرية الرستن من قرية التريمسي كما قلت بس فقط للتصحيح وأنا أحترم رأيك يا مدام مرح أهلا وسهلا نعم 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 على كل حال يسأل المحافظ السابق هل الأطفال كانوا مأمورين من الخارج حتى يخرجوا ويكتبوا على الجدران نريد الحرية التي هي حق لكل شعوب العالم والتي يطالب فيها السوريون هذه ثورة حرية وكرامة ومشاركة سياسية ولن يتراجع الثوار عنها لا تراجع هناك خط واحد للثورة يتقدم إلى الأمام نحو الانتصار وخط واحد للنظام السوري الذي يقتل منهجيا شعبه هو الذهاب والرحيل عن هذه البلاد وأن يترك الشعب السوري يديرها بطريقة ديمقراطية تتناسب مع روح العصر ومع كل الدول المحيطة ودول العالم التي يحكمها الشعب بإرادتي أحببت أن أرد على النص هناك نقطة أخرى يتحدث دكتور تركي فقط تعطيني دقيقة لأرد على نقطة أخرى يقول أن الأسلحة تأتي من الخارج أنا أؤكد لك دكتور تركي أن أمريكا لا ترسل أسلحة أبدا لسبب بسيط أو لسببين السبب الأول أن السيدة هيلاري كلينتون منزل تقين بها في اللحظة الأولى من الثورة قالت نحن لا نريد أمركة الحركة السورية والثورة السورية هذه ثورتكم أنتم تشرفون وتديرونها ونحن ممكن أن نساعد بالدعم السياسي هناك نقطة مهمة جدا أن أمريكا لن ترسل أسلحة إلى سوريا لأنها تخاف على السلاح الأمريكي أن يقع في يدي القاعدة القاعدة التي ساهم النظار السوري في صناعتها لإرسالها إلى العراق حتى يهز أركان العراق ويمنع قيام دولة ديمقراطية فيه وقد تعود الآن إلى السورية لأنه هو من يديرها في المنطقة فتأكد لا يوجد أسلحة أمريكية ولا غير أمريكية هناك يوجد أسلحة يأخذها الجيش الحر الذي هو انشق عن الجيش النظامي يأخذها من الجنود الذين يبيعون أسلحتهم هذا هو جيش العقائد السوري سنسمع رواية غير مقنعة يا مدام مرح رواية غير مقنعة هذه رواية دع المشاهدين يحكمون سنعود إلى ربما مناقشة عندما نتابع التقرير الذي أصدره الأمين العام الأمين العام للأمم المتحدة منذ أيام أصدر تقريرا حول تنفيذ الأطراف السورية لالتزامة بمجب القرار 2043 من يقرأ هذا التقرير وهو من تقرير الهام نجد أنه يحمل تقريبا الجميع مسؤولية في هذا الأمر ويحملها مسؤولية عدم التعاون مع مبادرة السيد كوفي عنان أنا سأعود إلى الدكتور تركي لكن فقط سأنطلق من السؤال وأتمنى إجابة سريعة من السيدة مرح لتوازن في توزيع الوقت بالأمس كانت الجمعة سميت جمعة إسقاط كوفي عنان المعارضة فجأة شنت هجوما قاسيا على السيد كوفي عنان ما مشكلتكم مع السيد كوفي عنان؟ ليس لنا مشكلة شخصية مع كوفي عنان لدينا مشكلة مع أداء كوفي عنان كوفي عنان ليس لديه سيرة ذاتية جيدة في هذه المواقف وسيرته الذاتية في ما حدث في البوسنة ورواندا تشهد أنه غير قادر على إدارة أزمات من هذا النوع وهو اليوم يكرر هذا الأمر في سوريا الخطة التي تقدم بها كوفي عنان تقوم على ست نقاط رئيسية أرجوك أن تقول لي هل تحققت أول نقطة على الأقل؟ أول نقطة هي انسحاب الآليات السيد المرح بنصف دقيقة فقط بنصف دقيقة أرجوكي لم يحدث إذن سأعود إلى الدكتور تركي نعم أنا أقول أن الشعب السوري قال عن كلمته أمس الشعب السوري قال عن كلمته أمس يريد إسقاط خطة عنان نحن هنا في الخارج لا نعمل أي شيء بدون مشهورة الشعب السوري وإرادة الشعب السوري نحن نمثله فقط في المحافظة الدولية دكتور تركي سقر في سوريا برأيك مبادرة كوفي عنان حتى الآن لماذا لم تطبق من يتحمل مسؤوليتها؟ عمليا يعني خطة عنان ذات النقاط السد التزمت بها سوريا ورحبت وكرر روبرت موت تصريحات عديدة بأن سوريا أو الحكومة السورية قدمت لهم كل ما يمكن لإنجاح مهمتهم وصرح أيضا كوفي عنان عندما كان في سوريا بمثل هذه التصريحات لماذا انقلب الآن لشيطان رجيم كوفي عنان بنظر المعارضة مع أنهم امتدحوه في البداية واعتبروه ملائكي وعندما زار إيران انفتحت الآن الأبواق الإعلامية لتتهمه حتى وصلت إلى اتهامه بالفساد هو وابنه عندما كان يتقلد منصب الأمين العام للأمم المتحدة وحتى أن بعض الصحف الخليجية اتهمته بالتشيع لأنه قال بأن إيران لها دور مؤثر في الأزم السوري هذا التناقض في مواقف المعارضة ليس غريب لأنهم تقازفوا الشتائم والأحزي في القاهرة نحن فعلا أنا شخصيا أتمنى أن تكون هذه المعارضة موحدة وزاد صوت وزاد مرجعية وأن تلتزم فعلا بالنقاط السد لأن النقطة الأولى التي ذكرتها الأخت مرح هي تلزم كل الأطراف وليس طرف الحكومة فقط يعني العنف لا يمكن أن يقف من طرف واحد البادئ دائما بعد بداية خطة عنام في الهجوم على قوات حفظ النظام وعلى الحواجز وعلى الأهلين وعلى المواطني الأمينين كان من المجموعات المسلحة فكيف يقف العنف إذا وقف من طرف واحد يعني هل تريد أن تقف الحكومة مكتوفة الأيدي والمواطنون في رعب دائم وفي اختطاف وفي اغتصاب وخطأ للطرق الدولية هذا أمر لا يمكن أن يكون دكتور تركي حول جزئية وقف العنف تحديدا ربما اسمح لي أن أناقشك بجزئية في تقرير السيد بانكيمون حول هذا القرار في الفقرة الثانية عشرة تحديدا يحمل الحكومة في سوريا ويحمل أطياف المعارضة المسلحة مسؤولية عدم الالتزام بوقف العنف يعني أنت الآن تتحدث عن إشادات صدرت عن كوفي عنان حول وقف العنف لكن من يقرأ هذا التقرير نجد أنه يحمل المسؤولية للحكومة السلطة في سوريا عن استمرار العنف يحمل مسؤولية عن استخدام أسلحة ثقيلة استخدام طائرات بدون طيار وهلوكيبتر وبالتالي وسأذكر لاحقا ماذا تحدث عن المعارضة ولكن لماذا إذا كان يقول كلاما دبلوماسيا جيدا لماذا الموضوع على الأرض ليس كذلك وفي التقارير الدولية الرسمية ليس كذلك في البداية الحكومة التزمت بوقف وسحبت جزء من الجيش من المدن وانتظرت أن يلتزم الطرف الآخر ووعد كوفي عنان أن يأتي بالتزامات من المعارضة من المعارضة المسلحة من المجموعات المسلحة حتى أنهم عندما اختطفوا الناس في حمص جاء الصليب الأحمر وحاول إخلاء المدنيين إخلاء العجائز إخلاء المعاقين إخلاء المرضى لم يستطع لم يوافقوا فكيف هذا يتواءم مع إيقاف العنف يعني إذا لم يقف الطرف الآخر ويلتزم بالنقطة الأولى وهي وقف العنف حتى تبدأ الخطوة الثانية فلا يمكن أن يتم هذا الوقف لأن المواطنين سيكونون ضحي لهذا الأمر فالسلطة أعطت فترة أكثر من شهر مع بدء مهمة عنان ولكن لم يلتزم الطرف الآخر وكان يجب أن تأتي هذه الالتزامات ليس من المجموعات المسلحة وإنما من الدول الأخرى يعني وأنا أشير إلى السعودية وإلى قطر وإلى تركيا التي أعلنت بالفم الملآن بأنها تسلح المعارضة وتممويلها إذن لو عدت بهذه الجزئية إلى السيدة مرح بقاعي في واشنطن سيدة مرح أيضا هذا التقرير ذاته في الفقرة الرابعة عشر يحمل أيضا المعارضة المسلحة مسؤولية عدم الالتزام بخيار وقف العنف هو يتحدث حتى بصورة حرفية يتحدث عن عمليات هجومية تستهدف هيكل أساسية حكومية ومدنية يتحدث هذا التقرير وأنا أنقل عنه عن عمليات اعتقال ومحاكمة وإعدام تعسفي قامت به أيضا بعض فصائل المعارضة المسلحة إذن القضية بسوريا ليست وفق ما يراه بعض المراقبين ليست بقضية أبيض وأسود شياطين وملائكة ومسؤولية وقف العنف يقولون ليست مسؤولية الحكومة وحدة كيف تقيمين هذا الأمر يجب أن نعود دكتور إبراهيم إلى سبب ما يحدث الآن في سوريا السبب هو العنف الشديد الذي بدأت فيه القوات الحكومية السورية قوات بشار الأسد ضد المدنيين الثورة بدأت سلمية واستمرت سلمية وباعتراف بشار الأسد أنها لم تتحول إلى سلاح إلا في شهر رمضان الفائت عندما طر المدنيون أن يحملوا السلاح لحماية مدنهم وحماية قرائهم وحماية أهلهم في ظل هذا الاستشراس النظام عليهم ما يسميه الدكتور تركي سقر وأنا آسف لأنه مثقف ويجب أن يلجأ إلى مصطلحات تكون فيها مصداقية أكبر وكثير من المصطلحات التي يستعملها يستعمل كلمات قطاع طرق ومجموعات مسلحة لجب أن نعترف كما اعترف العالم كله أن هناك ثورة في سوريا وهناك ثوار الثوار بدأوا ثورتهم سلميين بمظاهرات سلمية تعرضوا من أول يوم للمظاهرات لإطلاق نار حي وللقتل المباشر لهم بعد فترة طويلة اضطروا أن يحملوا السلاح الفردي الخفيف من أجل حماية أهلهم وحماية قراءهم الحديث عن آليات وسلاح سقيل غير موجود غير بيد النظام السوري العالم كله اعترف أن المدنيين يتعرضون لقتل مبرمج والدكتور تركي لا يريد أن يقول أن القوات الحكومية هي التي تمارس القتل سيدة مرح هل ترصدون انتهاكات كاذبا والمصدر السوري الرسمي صادقا سيدة مرح بسؤال ربما بنصف دقيقة هل ترصدون انتهاكات تقرير الأمم المتحدة هذا كلام سيد بانكيمون يرصد انتهاكات تقوم بها المعارضة المسلحة في سوريا يتحدث عن اعتقالات وتحقيقات سريعة وإعدامات تعسفية هل تدافعون عن كل الدم السوري أم فقط الدم السوري المعارض وبنصف دقيقة حتى نحافظ على الوقت لا نحن ندافع نحن نحن كل قطر الدم سورية تهدر الآن نحن نشعر بالأسى من أجلها نحن ندافع عن حرية السوريين كشعب واحد السوريون شعب واحد كانوا وما زالوا سيبقون شعب واحد وهم كلهم يطالبون بالحرية ومن ينشق من الجيش النظامي هو أيضا يطارب بالحرية ويرفض أن يوجه الرصاص إلى صدر المدنيين حدثت بعض الانتهاكات هذا شيء طبيعي في ظل العنف المبالغ فيه الذي يمارسه النظام السوري ضد المدنيين هناك ردود أفعال حدثت نتمنى أن لا تتكرر وهي لن تتكرر نذهب الآن إلى فاصل أخير بعد ذلك نخصصه لمناقشة ماذا يجري الآن في نيويورك من مناقشات المشروع الروسي أم المشروع الغربي أم حل الوسط نتابع كل هذه القضايا أهلا بكم من جديد في هذا المحور نخصصه لمناقشات مجلس الأمن الدولي حول إمكانية استصدار قرار جديد حول الأزمة في سوريا حتى تكون الصورة واضحة ولاية المراقبين الدوليين تنتهي في 20 تموز الحالي قدم الآن مشروعي قرار مشروع قرار روسي يدعو إلى التمديد لثلاثة أشهر يدعو إلى تبني أفكار كوفي عنان ومبادر جينيف ولكن دون أن يقرن هذا بآليات جزرية أو جزاءات على من يخالف بالمقابل الغرب قدم مشروعا آخر يتضمن عبارات قريبة يدعو إلى تبني ذات الأفكار ولكن التمديد الولاية لمدة 45 يوم فقط ويقول بعد عشرة أيام في حال عدم الالتزام والتنفيذ سوف تكون هناك جزاءات بمقتضاء المادة 41 من المثاق الأمم المتحدة وهي تعني جزاءات اقتصادية وجزاءات عسكرية ماذا يجري الآن في نيويورك لأيهم ستكون الغلبة أبدأ مع ضيفي في دمشق الدكتور تركي سقر دكتور تركي الروس هددوا بفيتو إذا لم تتغير صياغ القرار برأيك إلى أين نتجه في مناقشات مجلس الأمن ليس الروس فقط وإنما الصين أيضا معهم فهم اعتبروا أن إحالة الموضوع إلى الفصل السابع هو خط أحمر يعني التهديد بعقوبات ضد سوريا لن يقبلوا به وسوف يرفعون بطاقة الفيتو مرة أخرى هم والصينيون فعمليا المشروع الغربي يريد أن يلزم يضغط على الروس والصين لكي يقبلوا بجزاءات وعقوبات على سوريا قد تصل بالتدريج إلى التدخل الخارجي إلى التدخل العسكري تحت الفصل السابع هذا حتى الآن ليس طريقه مغلق مزدود بسبب الفيتو الروسي نحن نأمل أن فعلا يتوحد مجلس الأمن وأن يصل إلى قرار حكيم وواقعي ويراعي فعلا خطة عنان ويراعي مؤتمر جنيف الذي أقر أن يكون هناك وقف لأعمال العنف ثم التحول إلى التسوية السياسية نحن مع التسوية السياسية عن طريق الحوار ونريد فعلا أن ينجح مجلس الأمن بأن يكون واقعيا وأن لا يلقي الأمور بمزيد من التعقيد من يريد السلام من يريد الاستقرار في المنطقة يعمل من أجل تشجيع الحوار بين الأطراف ويعمل أيضا على إبعاد العسكرة عن المعارضة وأن تنتجه المعارضة إلى القبول بالحوار وطاولة الحوار وليس هناك شروط على الإطلاق يعني ما جاء على لسان الحكومة السورية وعلى لسان الرئيس بشار الأسد أن الحوار حتى يمكن أن يشمد المجموعات المسلحة يعني هذا انفتاح كبير أعطي للجميع أن يأتوا إلى الحوار وأن يطلبوا ما يريدون ولكن الشروط المسبقة بإسقاط النظام أو بكلام كرر خمسة عشر شهرا ولم يستفيد شيء ولم يكن له جدوى فهذا يعرق للأمور ويزيد من الدماء في سوريا لو عدت ربما بهذا السؤال إلى ضيفتي في واشنطن السيدة مرح البقاعي سيدة مرح هناك مشروع القرار البريطاني وهو الذي يبدو أنه أقرب للمعارضة السورية يدعو أيضا في تفاصيله إلى تبني أفكار السيد كوفي عنان وتبني وثيقة جينيف علما أن المعارضة ممثلة بالمجلس الوطني على الأقل كانت قد رفضت صراحة وثيقة جينيف كيف تنظرون إلى هذا الموضوع نعم نعم أنا كنت ممن رفض وثيقة جينيف عندما كنا في القاهرة وأيضا اقترحت أبعد من ذلك أن يلغى اجتماع القاهرة المعارضة لأن وثيقة جينيف وضعت صقفا دوليا للتعامل مع قضية الشعب الثوري طبعا أنا أرى أن الإرادة هي إرادة الشعب السوري وإرادة الثوار إذا كان مجلس الأمن لن يحقق هذه الإرادة ولن يقوم بحماية المدنيين وحماية حقهم في الثورة وفي التظاهر وفي الخروج من أجل المطالبة بحقوقهم وحمايتهم من أجل ذلك أنا أرى أن لا منفعة من مجلس الأمن بعد الآن وإذا كانت روسيا والصين تصران على استعمال الفيتو حتى بقرار هزيل سيصدر وأنا لا أعتقد أن القرار سيصدر قويا ويواكب عظمة السورة السورية وإرادتها نحن لدينا طريق آخر هناك دول راغبة مجموعة دول راغبة في العالم تريد أن تنضي في مشروع قانون مسؤولية حماية المدنيين Responsibility to Protect أو ما يسمى باختصارا R2P هذا المشروع يمكن أن يصدر عن الجمعية العامة لأمم المتحدة وليس من الضرورة أن يمر على مجلس الأمن من أجل تطبيق عقوبات رادعة ضد النظام السوري نحن لدينا مجموعة أصدقاء الشعب السوري ما يزيد على مئة دولة ممكن أن تدعم هذا القرار في جمعية العامة للأمم المتحدة في جمعية العامة للأمم وأيضا مجموعة دول عربية تريد أن تحمي فعلا عندها فعلا خطة ونية واضحة لتأمين الحماية للمدنيين في سوريا سيدة مرح ربما لو سألتك هنا بجزئية بسيطة لو سمحت لي سيدة مرح لو سمحت لي بجزئية بسيطة 80% من الحضور في مؤتمر جينيف الذي أنتج هذه الوثيقة كان من أصدقاء سوريا أو ما بات يعرف بأصدقاء سوريا لكن الآن بالفعل بصورة موضوعية هل تعتقدين أن عدم تدخل مجلس الأمن الدولي بالصورة التي تريدها المعارضة السورية هو مرتبط بالفيتو بمعنى أن لو لم يكن هناك فيتو روسي الجميع جاهز للتدخل أم أن لا توجد رغبة لدى المجتمع الدولي تارة بفعل انتخابات أمريكية تارة بفعل وضع اقتصادي أو أفغانستان وبالتالي الجميع له مصلحة في إدارة الأزمة بغض النظر عن الدماء السورية برأيك العقبة هل هو فيتو روسي أم أن الجميع ينظر على الشعب السوري بكل أطيافه سواء كان الفيتو الروسي أو الفيتو الصيني أو الانتخابات الأمريكية أو المزاج الدولي هذا كله في جهة وتصميم وإرادة الشعب السوري في جهة أخرى إذا تصور أي يعني شخص أو أي حكومة تصورت أو أي دولة أن هذه السورة ستتراجع فهم مخطئون الثورة لن تتراجع وعلى المجتمع الدولي طالما تحمل هو مسؤولية حماية المدنيين في سوريا أن يتحمل هذه المسؤولية كاملة إذا لم يكن سيدة تحملها في مجلس الأمن فلدينا بدائر عن مجلس الأمن اسمح لي أن أنتقل ربما بسؤال أخير لضيق الوقت إلى الدكتور تركي في دمشق دكتور تركي تحدث أنت عن وثيقة جينيب بسؤال وخلال دقيقة لأنه لم يبقى للأسف معنا وقت طويل هذه الوثيقة تتحدث عن حكومة انتقالية تتمتع بصلاحيات تنفيذية واسعة تتحدث عن إعادة النظر بالدسور انتخابات حوار وطني هل تعتقد أن الآن الحكومة في سوريا راغبة وقادرة بالفعل على القيام بهذه الثورة الإصلاحية في حين أنها تقول أنها أنجزت ما هو مطلوب منها من إصلاح أريد فقط أن أعقب على المدام مراح أن التحالف من خارج مجلس الأمن محكوم عليه بالفشل وأيضا ما تقول أنهم أصدقاء أن هؤلاء يحرضون وليس همهم فعلا الدم السوري هم يريدون تأجيج الأزمة وتصعيدها أكثر فأكثر حتى يستخدمونها في أجنداتهم المعروفة للأسف دهمنا الوقت علي أن أشكر ضيوفي كان معي في نهاية هذه الحلقة كان معي من دمشق الدكتور تركي سقر رئيس تحرير صحيفة البلاد السورية أشكر ضيفتي من واشنطن أيضا السيدة مرح البقاع عضو الأمانة العامة في حزب الأحرار السوري كل الشكر لكم أعزائي المشاهدين على أمل أن نلتقي في حلقة جديدة من حديث دمشق في كتب التاريخ يتحدثون عن روما عندما احترقت روما كان كهنتها وفلاسفتها وحكماءها يتجادلون حول جنس الملائكة هل هم ذكر أم أنثى نعمل أن نستفيد من حكم التاريخ وعبره حتى لا نصبح نحن كسوريين من هذه العبر بالنسبة للتاريخ دمتم برعاية الله اشتركوا في القناة